وانت قاعد كده في البيت كده وعمال الأوراق والشاهدات والأوسيمة والكؤوس والكلام ده لما بتشوفها بتتذكر ايه او بتبقى حسس بايه؟ بيبقى ذكرة حلوة ذكرة لان انا يعني ايه لعبتك كويسة ووصلت الى ان انا بقى كابتر نادي الاتحاد السكندري طبعا نادي الاتحاد له اسمه وله شعبي جمدة جدا وبعدين قال الحب جاء من الوالد نفسه ويا الله يرحمه وياسى إليه كان بيحب نادي الاتحاد بيشجع نادي الاتحاد اه كان بيشجع نادي الاتحاد وكت كنت اروح انا بعد اربع بنات نزلت فهوك وقال شاحتناك من عند ربنا فكان ياخدني على كتافه ويمشي بيا لان هو كان بيحب نادي الاتحاد الكلام ده الف تسعمية تمانية واربعين انا الف مواليد الف تسعمية واربع واربعين فياخدني على كتافه ويخش عند الانجليز مصطفى كامل ده كان معسكر انجليز ايوه وياخدني ويخش بيا والغاية دلوقتي انا فيه ساعة الف كده لان فيه ثلاث سنان يخشوا على الملعب يتروح المكان ده اللي انت الحد لوقتي اه عشان افتكر والدي بقى كان يقعد ايه يعني الملعب كده كان سنة كم سنة كانت يقعد واربع سنين اربع سنين كنت واعي للكورة والكلام وانا هقولك ايه اللي هيحصل ايه وانا فاكر دلوقتي يقعد وارا الجول ده يعني لو الملعب كده يقعد وارا الجول ده ليه لان هنا بين الشوطين حينزلوا على قط اللبس وبعدين يطلعوا تاني ايوه فهو حاطتني على رجله ويقول لي ده كاتو ده الجل بتاع 48 ده كاتو حارس مرمى ده الكزندر كان فيه واحد يوناني لازم يلعب مع النادي اه الكزندر وفيه باكين وبعدين فيه سعد راشد وفيه كابتن كمال السباق ده اللي بيحكهولي اه والحج شتا ده الحج شتا ده كماليان بس ايه طيارة كمان طيارة أسرع مننا يعني كمال السباق كان سريع عاوي والكابتن دي با اداله شهادة ان الراجل ده لما كان هو بيجري بيرفع انت كنت طبعا زيك ربنا يا كريمة يعمل الوفر الوفر سورف ده مين بقى مش الخطيب اه لا هناك كان ايه الديبة كابتن ديبة كابتن ديبة ايه وهو كان بعد ما يقعد معايا يقول لي كان بيرفع لي كورة جميلة قوي يعملها بدمغي كده في المقاصة القريب او بلفها عالمقاصة البعيدة ده حاجات ده تاريخ با اختارها بتاريخ نادي الاتحاد بعد اذن حضرتك لا تفضل يا كابتن هو أجيال اه فيه الجيل الاولاني اللي هو كان فيه كابتن سيد حودة ومحمود حودة ده دولة اللي أسسوا نادي الاتحاد رئيسه كان اسمه حسن اسماعيل رسمي وبعدين فيه محمود اسماعيل رسمي السيد اسماعيل رسمي طب دلع محمود ايه حودة حودة طلعت عليه حودة بقى طلعت محمود حودة والسيد حودة السيد حودة هو اللي لعبني وأنا عندي ما ديها هنبدأ بقى هنتكلم هنا بقى ده انت بقى بدل مفتحتنا في الكلام هنبدأ نتكلم انت اللعبت الكرة بصفة عامة بيلعبوا يا إما كرة شراب في ساحات طبع أو في الشارع أيوة أو في مراكز ما كنتش في مراكز شباب في ساحات أو في انت بدأت كرة ازاي يا كابتن ازاي بقى لما روحت اتفرج بقى على حجر والدي فانا عايز اعمل حاجة وانا ماشي وانا صغير ألاقي وطع الزوزة كده ألعبها طوبة وبعدين كانت كرة صغيرة وبعدين كرة تينس وبعدين الأمبيلة والكرة الشراب والكرة الشراب دي كانت لعبة جميلة جدا لعبت كرة شراب بقى دي يا كابتن عبت كرة شراب الأول في الأول وبعدين بين كيلوباترا وسبورتنج فيه باركنج للعربيات اللي هي فرة بقى فيه كابينة أحد مؤسسي نادي الاتحاد اسمه شكري الحمامي شكري الحمامي فليه كابينة تحت واحنا نعمله قط اللبس الكابينة دي تطلعش تلعوه في الساحة دي فوق بعدين نطلعه احنا كنا بنلعب ايه بقى في ملعب ده من أحلى أيام حياتي والغاية دلوقتي في المكان ده أقف بالعربية كده وببص كده تفتكر الزكريات بقى احنا كنا بنلعب ايه حارس مارما وكان معانا واحد اسمه سعد موسى من النادي الأولمبي كان بك شمال يمكن كان لعب عليك مرة ولا حاجة ممكن كان بيلعب بعد كده انما هو في الكرة الشراب كان معايا كان بيلعب باك هو مدافع وبعدين حنلعب اتنين في وسط الملعب وهداف بتاعنا وهنا خمسة في الملعب كرة الشراب محدش كسبنا أبدا في اسكندرية كلها فواحد منهم قال لا ازاي ده أنا هروح أكسب أبدا كان سعد موسى كان يمسكوا ما يسيبوش كرة دي حلوة الكرة الشراب دي طيب هل الكرة الشراب رفعت من مستوى المهاري من بعض النجوم طبعا يعني يقول لك اللي ملابش كرة الشراب ملابش كرة لا والله كرة الشراب دي برضو خلت ارتفعتك في حاجات كتير اقوى وكان عندنا في النادي برضو نذكره بالخير الله يرحمه ويحسن لي اسمه عم الورداني عم عم الورداني عم الورداني عم الورداني ده كان بتاع قط اللبس بتاع الكابتن كمال السباغ او الكابتن سيد حودا فهو كان بيلف في اسكندرية يعني ما اللي عنديها الشعبية اللي بيلعبوا زي مكتشف اللعب يعني مكتشف اللعبين ايوا كشاف اه فهو خدني بقى من الكرة الشراب دي الى ندري التحال طيب مين كان من من اصحابك زمان وانتم تلعبوا كرة شراب وكنتم تنبئلوا ان يلعب معاك او ممكن كان يبقى نجم كبير او بس ما كملش لا هو يرحموا لعب في الولومبي لعب في الولومبي لعب في الولومبي بعدين بقى ايه بنلعبوا لسه حتى لسه ما كانش الفريق الاول بقى المرحلة السنية بتاعتنا اه اه انا بقى لعب جناح يمين اه ودعم مالي خبط فيا يا ايه ساعة تختشع اه بقال لي يالله امشي من هنا يالله ايه انت بقيت ايه تقليل الادب ولا ايه لا الكرة برضو كان فيها فيها جمال وفيها ضحك وفيها كرة الشراب حبابيتك في الكرة او الوالد معنى صح الله ارحمه هو اللي كان بياخدك وتطلع على كدفه عشان تفرج على الماتشاد وبعد كده مين اللي اكتشفت من الكرة الشراب ودك نادي للتحاد في عم الورداني ده عم الورداني هو ده اخدني كده بايده وراح داخل عليه لكابتن سيد حودة كابتن سيد حودة قالوا انا جايب لك هدية اه هدية ايه ده ماله ده جسمه قليل كنت لسه قليل قالوا بس تفروف كان سنك كم سنة كابتن كان لسه 16 سنة 16 سنة ما تخضتش وانت داخل نادي للتحاد طبعا اللي انت كنت بتحلم وشوفت فيه النجوم الكبيرة دي طبعا اللي انا شوفتهم من زمان اه اه طبعا نما حلمت في وقت من الوقات انك هتبقى نجم زي النجوم انت كنت بتشوفها بتاع الزمان دي لا ليه ثانوية عامة مسلا نعم في مدرسة بس كنت لعب في الفسحة الزغيرة او كبيرة مدرسة بسمها العر والوسقة الثانوية قدامها الشلالات مم فنطلع ونلعبوا كورة برضو لازم يكونوا ديف ده بكورة بقى اه بكورة الكافر نعم فواحد بقى من الناس شوفوني في اللعب ده فراحوا للمدرس التربية الرياضية قالوا انا هجيب لك هدية لعيب غير عادي انا داخل لسه برضو ايه بالجسم مش مش قال لي ايه ده هده هده هيلعبوا بيه اه قال له طب اتفرج عليه فالرجل رفع ايدي قال له خلاص يكمل ويروح نادي الاتحاد بعد بدخلت نادي الاتحاد اه ولعبت مع النشئين لعبت في النشئين كم سنة تعريبا مش كتير مش كتير اه يعني هي سنة واحدة وبعد كده لعبت الدرجة الولى كابتن بقى الكابتن خدني معهم ده مين بقى مين اللي ساعدك اول بدخلت نادي الاتحاد مفيش هو عام الورداني هو عام الورداني لعب كويس اول وسلمك بقى بعد كده لنشئين ومن النشئين طلعت الدرجة الاولى على طول لما طلعت الدرجة الولى مين المدرب اللي استلمك وقال لك وقال لن ده هيبقى لعيب عنك هو برضو كابتن ساعد حود او معاك كابتن كمال السباق كابتن كمال السباق اه اول ماتش هنلعبه في السويس اه ده كان اول ماتش لك اه ده كان سنة كام اول ماتش كان من بادري اول اه فالماتش بقى بنلعب هم كاسبانين واحد صفر نعم في الشوت التاني انت بدأت الماتش اه اه ومغلوبين بقى واحد صفر نعم بس فيه بقى انا كانت ميزة عندي التصويب الشوت اه فشوت واحدة من ناحية الجنب اليمين وراح تريحة على القائم البعيد ضربت وراح تدخل جود واحد واحد كان ايامها بقى مفيش تلفزيون ولا فيه حد يشوف ايو ايو انما كان فيه فهم عمر بالليل ما ده انا لسا هتكلم هتكلم تشكده اه تسمع في السبعة وخمسة سبعة وخمسة ده لا كان فيه تلفزيون ولا كان فيه هو كمتن فهم عمر ربنا نديله الصحة العافية وتاني يوم الجرائد الصبحية جميل اه طب انت احكايتك ايه معال الخال فهم عمر مع مين مع الخال الخال فهم عمر كان عمر كنت أشوفه أسلم عليه هل هو من أول الناس اللي قال اسم الكابتن شيحتة ودك لقب؟ هو كان عايز فيه فصل بين شيحتة بتاع الإسماعيلية وشيحتة الإسكندراني كان في الوقت ده في الوقت ده تفتكر سنة كاما كابتن؟ يعني كانت 1962 62 طيب بعد ما لعبت وقبت الجول ده الماتش ده خلص ناس عرفت مين ده الماتش ده انتهى كامل واحد واحد بدأت الناس تعلم فيه علامة كده وفيه ضوء على شيحتة إسكندرية سورينا بقول شيحتة أنا وانا بقول كابتن شيحتة يعني وبدأ كابتن شيحتة يبقى صلطوا عليه الضوء انت حسيت ايه بعد كده؟ أنا لعبت بيني وبين برضو في السنين دي كان فيه جيل بتاع الكابتن أحمد صالح أحمد صالح وفيه أبازة وفيه لطفي برضو دولة أنا لما لعبت لعبت في وسطهم اللي هو نص الملعب نص الملعب رايح جاية كان برضو ساعدوني بقى أبازة ولطفي ترى طلنا جزء كبير من فرقتك مين اللي كان فيها بالزبط؟ أسماء اللي كان بتلعب معك؟ فيه أسماء جميلة مين زي مين؟ فيه أسماء جميلة يعني طبعا أنا لعبت مع دولة الأول كابتن أحمد صالح فيه أحمد صالح وبعدين فيه لطفي كان في وسط الملعب وأبازة وأنا معاهم في وسط الملعب كان فيه محمد عبد الرب النبي الجناح يمين وكان فيه مهاجم محمد عبد النبي وفيه الجناح شمال ما هو محمد جابر محمد جابر يا سلام كانت فرقة جميلة جدا واما دخلت معاهم مين جاء الجو الكيبر بتاعكم كمية؟ في الفترة دي كان فيه جبريل أبو الوفا كان فيه صلاح أبو المجد عارس مرمى كمية لعبت مع الجيل ده كم سنة كابتن؟ ما فيش بقى سنتين هما سنتين سنتين وهم أخدوا كاس 63 للجيل ده تاع 3-2 مع الزمالك؟ 63 كان بيلعبه أيوة في الأستاد في الأستاد كان الزمالك كاس 2-0 كان 2-1 2-1 وهم أحمد صالح كان بيلعب سير دباك ورح يطلعوا بقى كابتن سيد حودة برضو يطلعوا من سنتر هاف إلى راس الحربة اه اثنين وواحد وكانوا فتوق الزمالك بيكلموا بيحتافل وخلاص بيتعوق با خلاص نوروا وعملوا نوروا بتاع رح زائق أحمد صالح لقدامه أبوزا لعب مكانه وعملوا نفسه خسرين خسرين بقى إلا كتلة ألا بالنتيجة 2-1 بقى 2-2 هو اللي جاب الجنين اه جاب الجول التالي وعملوا له أغنية بعد كده جاب جول 2-2 3-2 وغنوا بقى أحمد يا صالح كان رجل محترم جداً كابتن أحمد صالح وبعدين بص يعني شوف شوف الكابتن سيد حودة يقولوا خد الولدين دولة سمير مخيمة روشحتة الله ارحمه كابتن سمير مخيمة الله ارحمه كالعيب قوي لازم نذكر طبعاً خدهم روح أبو قير وجب لهم الجنباري والبتاع ومش عارفه وخلي بالك عليهم كابتن سيد حودة انت في وسط كلامك كده انت على طول بتكلم عن كابتن سيد حودة كابتن حودة ده محطات ليه محطات كبيرة قوي هو اللي لعبني هو اللي يفضل بعد ربنا سبحانه وتعال هو اللي لعبني وبعدين يعني يفيدك أوف حاجات كتيرة أول كان لعيب كويس يا كابتن مين هو؟ كابتن سيد حودة هذا الجيل الأولاني أول جيل الأولاني محمود حودة وبعدين واحدة بتحبه كمان من عيلة الملك فؤدي الأول أنا بكلمك جد والله ده فيه فيلم اسمه هو أول واحد ده مثل كابتن سيد حودة كابتن سيد حودة ندخل في التمثيل كابتن شلوم اسمه كده الفيلم والله يا كابتن شلوم يعني السلام كابتن سيد حودة كان لعيب كويس جدا ومحمود حودة الهداف نعم كان يقعد مثلا في التمرين بقى أنا كن عايز أزود بقى ناس أروح بدري بعد المدرسة ساعة عشر صبح أخش أجيب أربع كور أو خمس كور وحطهم على الثمنتاشر ومفيش حد ولا جول كيبر أجيب فنيلة معي أعلقها في العرضة وتنشم فيها وتنشم فيها